اشتركوا في القناة السيد فريدريك وليام دي كليريك الرئيس الاسبق لجمهورية جنوب افريقيا السيد ليخ باليسيا رئيس جمهورية بولندا الاسبق السيد جوزي راموس هورتا الرئيس السابق لتيمور الشرقية السيدة انا تيبا جوكا وكيلة الامين العام والمديرة التنفيذية السابقة لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئلة وقم عضاء الوفد بجولة في اقسام متحف البحرين الوطنية حيث استمعوا الى شرح من معالي الشيخة مي بنت محمد عن ابرز ما يشتمل عليه المتحف من اوراق واقسام تشتمل على مجموعة من القطع الاثرية والنماذج الفنية التي ترصد ابرز ملامح الحضارات التي مرت على مملكة البحرين عبر تاريخها الطويلة وقد ابدو عجابهم بالمستوى المتميز للمتحف وما يضمه من جنباته من مقتنيات ثرية تجسد العمق الحضارية للبحرين وشعبها منوهنا بما يتمتع به المتحف من تصميم معمري يجسد الهوية البحرينية وسوبا متميزا في عرض القطع الاثرية بشكل يضاهي اعرق المتاحف المعروفة عالميا واكدوا ان البحرين دولة ذات ارث حضاري يعود الى الاف السنين وهي بلد كان ولا يزال له اسهامه الكبير في تحقيق التقارب ونشر السلام وتعايش بين الشعوب وعربوا عن سعادتهم بزيارتهم الى مملكة البحرين ولا طلع عن قرب عن المكانة والقيمة التاريخية التي تحتلها المملكة كدولة رائدة في تعزيز السلام والامن والاستقرار في العالم ان لهذه الزيارة همية كبيرة ونحن في هيئة البحرين للثقافة والاثار تشرفنا بزيارة هذا الوفد رفيع المستوى والذي يتضمن عددا من المسؤولين البارزين والخبراء الدوليين لنتشارك معهم ثقافتنا الغنية وتاريخنا وخطتنا المستقبلية والتي تصنع البحرين على ما هي عليه أنا معجب جدا بالبحرين وهذه زيارة الثانية فقد سبق لي زيارتها عام 1995 وكان ذلك بعد فترة رئاسة لجنوب أفريقيا وكنت حينها نائبا للرئيس نيلسون مندلا في حكومة الوحدة الوطنية أعتقد أنها حقا دولة مستقرة ومزدهرة وأنا معجب جدا بطريقة تسيير الاقتصاد فالبحرين تعد مثالا مشرقا لما يمكن تحقيقه عبر أمة صغيرة في دولة صغيرة لقد استمعت باهتمام لما قاله رئيس الوزراء وأتفق تماما مع ما جاء في حديثه بشأن ضرورة توحيد الجهود بين الدول في العالم لتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوبها حققت مملكة البحرين العديد من الإنجازات في مجالات العولمة قفزات كبيرة تفوقت فيها على أوروبا والعالم طوال سنوات كنت أبحث عن حلول للصراعات التي نواجهها في أوروبا ولهذا الغرض استمعت من سمو رئيس الوزراء إلى الكثير من الرؤى والأفكار التي يجب تنفيذها على نطاق أوسع عالميا لقد استمتعت كثيرا بوقتي في البحرين سعدت بالاطلاع على الثقافة الرائعة التي يمتلكها هذا البلد والتواصل مع هذا الشعب الطيب أتمنى لو كنت أستطيع البقاء لفترة أطول